مع استمرار أزمة الوقود في بريطانيا لم يعد غريبا مشهد تكدس السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات جمعية تجار الوقود قالت إن الأزمة تزداد سوءا وبشكل خاص في العاصمة لندن والجنوب الشرقي للبلاد بينما اعتبرت الحكومة أن الأمور تحت السيطرة مجددة التاكيد على أن تفاقم الأزمة يعود للهلع وتزايد الطلب على الوقود دون حاجة عندما تنظر إلى المشكلة في محطات الوقود فإنك تلاحظ أنها بسبب التزايد الكبير في الطلب على الوقود أنا أتفهم إحباطات الناس وأتفهم حجم الغضب لإقناع السائقين على القدوم إلى بريطانيا قالت الحكومة إنها مددت فترة التأشيرة المؤقتة للسائقين لتنتهي في الثامن والعشرين من فبراير المقبل بدلا من نهاية العام الجاري كما سيقوم بدءا من صباح غدنا الاثنين مئتي جندي وسائق من القوات المسلحة بقيادة الشاحنات الكبيرة لإصال الوقود إلى المحطات للعمل على حل الأزمة حلولهم متأخرة جدا أنا بحاجة إلى الوقود فأنا أقود يوما بيوم كي أعيش إنه يوم إجازتي وجئت التزود بالوقود إنه أمر سخيف إنهم يكذبون لا يوجد لديهم سائقون كفاية لتزويد المحطات بالوقود أنا هنا منذ ثلاثين إلى أربعين دقيقة وأعتبر نفسي محظوظا بالوصول الأزمة التي تسبب بها العجز الكبير في إعداد السائقين والمقدر بمئة ألف سائق أوروبي غادر بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ألقت بظلالها على مؤتمر حزب المحافظين المنعقد في مدينة مانشستر حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المملكة المتحدة لن تكرر إخفاقات الماضي من خلال السماح للهجرة الجماعية بخلق اقتصاد منخفض الأجور للأسبوع الثاني تواليا تتواصل أزمة إيصال الوقود إلى المحطات في بريطانيا وسط آمال منعقدة على سائقي القوات المسلحة للمساهمة في حل الأزمة التي تسببت في انتقادات واسعة للحكومة البريطانية من المعارضة ومن بعض نواب حزب المحافظين عمر بشير الغد لندن